بغض النظر عما ستقوله المحكمة الاتحادية بشأن شكوى هذه العامري إلا أن خارطة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة ما زالت غير واضحة المعالم لعدم مسادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات تشرين ويعتقد مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية قد يفتح الباب أمام الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة الجديدة وترى بعض القوى السياسية احتمال التوصل إلى تفاهمات قريبة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ويقولون أن الواقع السياسي يمر الآن بمرحلة ليه الأذرع التي ستعقبها تراضيات سياسية تسهم في التهديئة وبالرغم من خطورة استمرار الانقسامات السياسية الحالية التي قد تؤدي بالبلاد إلى الهاوية فإن الحراك السياسي الذي يبديه الإطار التنسيقي ربما يجعل من الصعوبة تشكيل حكومة الأغلبية التي يطالب بها الطيار الصدري وبالتالي الذهاب نحو خيار تشكيل حكومة توفقية وسبق للعاصمة العراقية بغداد أن شهدت حراكا سياسيا مكثفا بعد زيارة وفد كردي برئاسة القيادي في الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي اجتمع بقوى وشخصيات سياسية من بينها قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى ويعد توافق عرفا سياسيا معمولا به في العراق منذ تشكيل أول حكومة عام 2005 ولم يتمكن أي طرف سياسي من تشكيل حكومة أغلبية رغم المطالبات المتكررة بها اشتركوا في القناة